جايزة جلوب بسكر يمكن النهاردة بشكل رسمي القائمين على الحفل وعلى الجايزة أعلنوا القايمة المختصرة للنادي الأفضل على مستوى العالم والنادي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط فكرة أن النادي الأهلي يدخل في منافسة على الجايزتين ويكمل حتى في القايمة المختصرة حاجة كبيرة جداً اندلت بتدل على شعبية وجماهيرية النادي الأهلي بصوا جماعة في القايمة المختصرة للنادي الأفضل على مستوى العالم الأهلي بينافس أندية عريقة زي ما انتم شايفين على الشاشة شعار كل نادي منافس في هذه الجائزة اولا انتر ميلا ريال مادريد منشستر سيتي ثلاث اندية عريقة وكبيرة جدا من اوروبا اضف الى ذلك اتليت كومينيرو وبوتفوجو من البرازيل واللي يلعبه ان شاء الله نهاية كأس لبرتادورس يوم السبت المقبل الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة فاذا الالة عنده منافسة قوية جدا مع خمس اندية اتليت كومينيرو بتفوجو من البرازيل ريال مادريد والسيتي وانتر ميلا طيب دي جائزة افضل نادي في العالم واروبا طالب جمهور الاهلي من دلوقتي الغاية تغلق باب التصويت كل يدخل ويشارك ويصوت على النادي الاهلي في هذه المنافسة الصعبة جدا مع افضل اندية العالم عشان الاهلي يفوز بهذه الجائزة اللي اعتقد لها قيمة تسواقية وقيمة تقديرية كبيرة جدا في دبي وعلى هامش حفل دبي اللي هيقام باذن الله منتصف الشهر المقبل طيب كمان النادي الاهلي بينافس على جائزة الافضل على مستوى الشرق الاوسط وكان معاها الثلاثة اندية من السعودية ونادي اماراتي دلوقتي تم اختصار الاندية الى اربعة الاهلي على رأس الاندية مع العين الاماراتي والهلال والنصر من السعودية يلا بقى كل جمهور الاهلي يدخل يصوت وعايزين العالم كله يعرف ويشوف شعبية النادي الاهلي شعبية الاهلي بيتيجي من مشاركة جماهيرو على التصويت في اي جائزة سواء دولية او قرية او اقليمية او حتى محلية طبعا جمهور الاهلي ضرب المثل في الجواز المحلية ضرب المثل بشكل كبير جدا في الجواز المحلية بتتكلم 99% قدام 1% اي ان كان مين المنافس على مستوى العالم بتشوف وحدس ولا حرج اي تصويت على منصة اكس او حتى من خلال حسابات الفيفا موضوع خلصان بن بدري اول ما اتقرب على جائزة المستوى الاخليمي جائزة جلوب سكر او اي جواز تقديرية بتحصل في السعودية او في الامارات او في الكويت اكتساح فانتمنى ان شاء الله باذن الله في الجائزة السنة دي نتاج التصويت تكون معبرة بجد على شعبية الاهلي وحرص جمهور الاهلي على التفاعل مع جائزة جلوب سكر